وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أسيسي وجموع الشعب المصري على دعوة زعماء مجموعة بريكس بالنجماع بالانضمام مصر لعضوية التجمع في الأول من يناير 2024 مشيرا لأن هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل الجهود الحثيثة المبدولة من كل أجهزة الدولة وخلال تصريحات التلفزيونية لقناتي القاهرة الإخبارية وأكسترا نيوز خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماعات القمة الخامسة عشر لتجمع بريكس والتي طاقت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قال مدولي أن انضمام مصر لعضوية هذا التجمع سيعود بالنفع على الدولة حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي وأكد رئيس مجلس الوزراء أن شيء الأهم هو التركيز على عملية الشراكة بين الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية وغير ذلك من المشروعات المشتركة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف السنع